دعوة ثانية ضد أقليم كردستان باتجاه الدخار الإجباري لأن هذا سرقة حكومة أقليم كردستان سرقت من جيوب المواطنين في أقليم كردستان عليها أن ترجع هذه السرقة لهم يجب أن ترجع فلس من الدخار الإجباري إلى موظفي أقليم كردستان لن نسكت ونستمر بكل الطرق السلمية الديمقراطية قانونية برلمانية إلى أن نعيد هذه الأموال إلى جيوب مواطنين وضعين في أقليم كردستان متى سينظر بهذه الدعوة سيدة سرواء؟ فضل هذا واجبنا لم أسمع يعني متى المحكمة الاتحادية ستنظر بالدعوة الثانية للإدخار الإجباري التي حضرتك قد أقمتها عندك موعد؟ لم ينطوني موعد لحد الآن سجلت الدعوة وقبله الدعوة أنتظر الموعد عندما ينطوني موعد أكيد سأعلن يعني نعرف وأنتم تعرفون والقانون يقول هذا أن قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة وبات على الجميع لكن في تجربة سابقة الأخوة الكرد في أربيل يقولون هذه المحكمة ليست دستورية وليست شرعية ولم تطبق قرارات المحكمة الاتحادية في قضية النفط المصدر والمستحقات الآن ممكن أن الأخوة في أربيل يطبقوا نفس الشيء يقول هذه بنفس الأسطوانة القديمة ولا نطبق هذا ولا نلتزم به ماذا سيحدث؟ ما هو الخطوة التالية؟ أولا هم نفذوا موضوع النفط لأن سبعت بعد قرار نادي باريس ما عدتهم أي منفذ غير بغداد فأوتوماتيكيا هم نفذوا قرار المحكمة الاتحادية هم نفذوا قرار باريس ولم ينفذوا قرار المحكمة الاتحادية يا سيدة سروة هنا اضطروا على التنفيذ بالنتيجة نعم بالنتيجة يعرفون أن قرارات المحكمة الاتحادية لها التأثير على المجتمع الدولي يعني ممكن الحكومة الاتحادية لو حكومة عدها مصلحة الناس ومصلحة سيادة القانون تقيم دعاوي على هذه حكومة تصريف الأعمال الإكسباير الفاشلة بأن لا تستجيب لقرارات المحكمة الاتحادية فهنا هناك طرق كثيرة لإجبار إقليم كردستان وأحزاب السلطة في إقليم كردستان بأن يستجيبوا لقرارات المحكمة الاتحادية واللي حد الآن ما عدهم تصريح سلبي تجاه قرار يوم أمس وهذا معناه أنه ذاهبون باتجاه إجراء الانتخابات ويلتزمون بقرارات المحكمة الاتحادية ولا ننسى كعق نجو لا ننسى المجتمع الدولي الضغط على أربيل بالذهب إلى الانتخابات ويعني الولايات المتحدة الأمريكية بريطانيين فرنسيين ألمان كنديين الكل يتحدثون يقولون أن هذا التجاوز على الدستور وعلى القانون غير مقبول ومن المعيب إقليم كردستان يعتبر نفسه إقليم ديمقراطي اللي هو كلش بعيد عن الديمقراطية حتى الانتخابات ما يجريها فلهذا أنه هم محرجين اليوم لا يستطعون أن يتحدثون بأن هذا القرار غير ملزم لا بالعكس ملزم وعليهم أن يلتزمون بقرار المحكمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر